السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة وصفة نت اليوم ان شاء الله ستشوفوا معايا طريقة تحضير كيكا سهلة وبسيطة جدا بالمناسبة اللي حبيتونتو ما ستحضروها فيها انا هنا حضرت هالاخوات اللي طلبوا مني افكار السنة السعيدة فحاولت انني نقدم لكم كيك بتماني طبقات بدون فرن فكيجي رائع جدا يعني لجيتوا عندي وتدوقته فاكيد مئة بالمئة ما غدش تعرفوا انه كيك بدون فرن وهو كيك بدون فرن في متناول جميع وفقط باربع بيضات كنحصلو على تماني طبقات انتمنى انه كنت جربوه ففعلا كيجي خطير ولذيذ ها هو الشكل دياله كيفاش كيجي من الداخل جربوها وخليولي رأيكم في التعليقات رسلولي تطبيقات ديالكم نخليكم الان مع مراحل الفيديو انتمنى تتابعوا معي للاخر بسم الله على بركتي الله بالنسبة لمكونات الكيك غادي نحتاجو اربع بيضات بدرجة حرارة المطبخ كيس من السكر بنكهة الفانيلا من وزن 7 غرامات ونصف كيسين من خميرة الحلويات بيكين باودر ما يعادل 16 غرام كأس من السكر هناك لناخد القياسات بكأس شاي من حجم متوسط للوزن ديالو 150 ميلي لتر كأس من الزيت ما يعادل 150 ميلي لتر وكأس من الحليب ما يعادل 150 ميلي لتر ربع كأس من الماء وكأسين ونصف من دقيق او ثلاثة كؤوس انا غادي نكتفي فقط بكأسين ونصف بالنسبة للقياسات ديال كأس اللي كناخده بها دقيق فاق ناخده بنفس الكأس اللي اخدنا به كل القياسات غادي ندوزوا الآن على بركة الله المراحل التحضير بسم الله على بركة الله اولا كنوضعوا قبصة من الملح من بعد كنضيفوا البيض يستحسن انكم تستعملوا البيض بدرجة حرارة المطبخ من بعد كنضيفوا كذلك السكر والسكر بنكهة الفانيلا من بعد هنا يا خلطت البيض مع السكر وكذلك البيض جيدا كنخلطوا فقط بالخلات اليدوي من احتاجوش في هاد الوصفة لخلات الكهربائي من بعد كنضيفوا الزيت كذلك كنخلطوا جيدا كنضيفوا الحليب وكنستمروا في تحريك حتى كنتنساجم العناصير مع بعضها على بركة الله كنوضعوا الدقيق كأسين ونصف دائما الدقيق كيكون مغلبل او منخول وهنا يا غد نضيف كذلك خميرة الحلويات بيكين باودر غد نخلطوها مع الدقيق باش تعطينا المفعول ديالها اكتر وهنا كذلك الخميرة كنوضعوها في واحد المسفات باش كنتفادوا وجود تكاتولات وكنخلطوه الدقيق مع العناصر الاخرى من بعد هنا ياخدنا مقلات ووضعناها فوق النار احتى كتسخن غادي ناخدو كمية قليلة من زيت غادي نضهنو المقلات باش نتفادوا التساق خليط الكيك بالمقلات وملاحظة فقط فهذا كيك وليس بانكيك فهو كيك ولا تدوقتو هاد الكيك فمستحيل انكم تعرفوه كيك بدون فرن يعني كيك مئة بالمئة انا هنا استعملت خليط القياسات بهاد المغرفة اللي كتسمى عندنا هنا يا بالمغرب كنحاولو نوضعو الخليط على كامل المقلات من بعد كنوضعوها على نار اللي كتكون خفيفة جدا كما كيباليكم في اسفل المقلات يعني النار تكون جد جد خفيفة وغادي نخليوها حتى كتبالينا كتتحمر من الجوانب اذا هنا يا بغيت نوضح لكم النار بعد ما كنلاحظو انها تحمرت من الجوانب وغادي نحاولو نان قلبوها وغادي نتاضرو كذلك حتى كتتحمر لنا من جهة الاخرى ملاحظة فقط فمن جهة الاخرى ما كتاخدش منه وقت طويل كالاول يعني واحد المدة قصيرة وكتكون جاهزة ومحمرة اذا ها هي بعد ما تحمرت من الجهة الاخرى غادي نوضعوها في صحن وغادي نعملو كمية اخرى من العجينة وخليط الكيك دائما كنناخدو القياسات بنفس الانية اللي استعملتو في اخذ القياس باش كنحصلو على كيكات بنفس الحجم غادي نخليوها كذلك تحمر ونقلبوها وتحمر من الجانب الاخر وغادي نستمرو بنفس طريقة حتى كنكملو كل كمية اللي متوفر عدنا واللي غا تعطينا تماني قطع من الكيك الان على بركتي الله هنا يا فنفس الوقت فكنحضر في الكيك وغادي نحضر السيرو هكا باش كنحاولو اننا نزربو ولا نختاصروا الوقت كنوضعو كأس من الماء ونصف كأس من السكر وكذلك كيس واحد من السكر بنكهة الفانيلا ماشي مهم حجم الكأس المهم انكم تاخدو القياسات بنفس الكأس غادي نوضعو الفانيلا ونحركو هاد العناصر مع بعض وكنوضعوها فوق النار حتى كتوصل لدرجة الغاليان بعد ما توصل لدرجة الغاليان ويدو بالسكر بشكل تام غادي نزولوها من فوق النار اذا الان بعد ما طيبنا كل كمية الكيك وكذلك سيرو زولناها من فوق النار غادي نمرو لتحضير الكريمة اللي كنحتاجو فيها كأسين ونصف ملحاليب هنا كناخد القياسات دائما بكأس للقياس ديالو 150 ميلي لتر كما اشتو معي في الحاليب هو مجمد يعني كنت وضعها في المجمد كذلك العلب اللي غادي نستعمل ديال الكريم شونتيي بنكهة شوكولاتة فهي في المجمد كنت وضعها هكا باش كنحصلو على الكريمة متماسكة جدا اذا هنا يعدنا جوج علب شونتيي بالشوكولاتة بنكهة شوكولاتة او لاموس شوكولاتة في الدول العربية دريمويب هنايا بالنسبة للعلبة فعادة كنستعملوها مع ربع لتر من الحاليب هنايا غادي نقصو قنستعملو فقط 200 ميلي لتر من الحاليب باش كنحصلو على كريمة متماسكة هنايا على بركة الله كنوضعو الحاليب المجمد كما لحتو معايا فبارد جدا وكنضيفو عليه هنايا شونتيي او دريمويب بنكهة شوكولاتة ممكن تعملو العادي فطبعا كيبقى لكم الاختيار فهو كذلك كنت وضعها في المجمد نخفقو هاد العناصر مع بعض جيدا حتى كتكون عدنا كريمة متماسكة جدا بالنسبة لمدة الخفق فتقريبا عشر دقائق بعد ما تكونت عدنا كريمة متماسكة جدا فالان غادي نمرو لتحضير الكيك كنناخدو القطع الاولى من الكيك كندهنوها جيدا او لنسقيوها جيدا بسيرو لكن خليوه حتى كي برد تماما بالنسبة لهاد خطوة السقيفة كتبقى اختيارية لكني لا سقيتوه فطبعا كيجي افضل اذا من بعد غادي ناخدو كيمياء من الكريمة كنوضعوها ونحاولو اننا نقضو السطح ديالها جيدا من بعد كنوضعو قطع تانية من الكيك غادي نسقيوها كذلك جيدا ونوضعو كذلك كيمياء اخرى من الكريمة غادي نوضعو كذلك قطع اخرى ونسقيوها ونوضعو كيمياء اخرى من الكريمة وكنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل كل قطع كل تماني قطع اللي متوفر عندنا إذن هنا وضعت كل قطع هذه هي القطعة الأخيرة غادي نعمل لها نفس شيء غادي نسقيها وغادي نغلفها بالكريمة من الأعلى وكذلك غادي نحاول أنني نغلف الكيك من الجوانب حاولوا تغلفوا يكون مقاد من السطح وكذلك من الجوانب باش كنحصلوا على كيكا للشكل ديالها راقي ها هو الكيك بعد ما غلفناه هنا ياخديت كيمية من الكوكاو أو لرقائق الكوكاو أو لكوكاو فيلي غادي نوضعهم هنا في الجوانب بعد ما حمرتهم في الميقلات كنوضعهم على هات الشكل كا بشكل عشوائي طبعا غادي نوضعهم على كامل جان جوانب الكيك اذا هنا بعد ما وضعنا رقائق الفول السوداني على الجوانب غادي ناخد هاد الرأس كيميشوا معايا وانتوما غا تعملوا اللي متوفر عندكم هنا يجيب الحالواني وضعت فيه الكريمة المتبقية وغادي نحاول نعمل الكريمة على أسفل الكيك من الجوانب وهنايا كذلك بنفس الرأس اللي وردتكم من قبل غادي نعمل هاد الشكل على جوانب الكيك من الأعلى اذا ها هو الكيك ديانا غادي ناخد هنا هاد البسكويسيقاخ اللي كيتباع عند البقال غادي نحاول نقطعه الى قطع من بعد غادي نوضعها على الكيك إذا كماشتوا معايا غادي نوضعوهم بهذا الشكل بشكل مائل الآن غادي ناخد كمية من الشوكولاتة الدائبة اللي دوبتها على حمام مائي وغادي نوضعها بهذا الشكل على ورق الزبدة إذا هنا يا وضعتها في المجمد بعد مجمدات فكناخد ماء مغلي وكنوضع فيه السكين وحاولت أنني نقطعها بهذا الشكل فبما أن السكين ساخين فكتقطع بكل سهولة غادي ناخد الآن ملمع غدائي وكيبقى اختياري فكيتباع عند باعة لوازي من حلويات كما قلت لكم هالخطوة اختيارية غادي نلمع بها هالشوكولاتة من بعد على بركة الله غادي نكتب هنا يا تكتبونتو ما اللي حبيتو حسب المناسبة غادي نوضع أولا واحد نقط ما بين الكريمة ومن بعد هنا يا غادي نكتب في الأعلى السنة سعيدة وبهاد المناسبة كنتمنى لكم سنة سعيدة دخل عليكم بالصحة والسلامة والنجاح وكل ما كنتمنى في الحياة ديالكم طبعا انتو ما غا تكتبو حسب المناسبة اللي حبيتو من بعد غادي ناخدك صفيحة ديال الشوكولاتة اللي كتبت فيها 2019 غادي نوضعها هنا اياه غادي نحاول نوضع بيسكوي السيجار من الوراء باش كي شدلينا توازن ديال الشوكولاتة اذا المتابعين هذا هو الشكل النهائي ديال كي كادينا نتمنى انها تنال اعجابكم فهنا يدخلتها في التلاجة وخليتها الواحد لمدة باش كتتماسك لي الكريمة نتمنى انها تعجبكم فكتجيل ديدة والاهم انها بسيطة مقوناتها بسيطة طريقة تحضير بسيطة في متناول اي سيدة فقط تبعوا معاي المقادر والمراحل نتمنى لكم سنة سعيدة يا رب كل ما كتمنى وشكرا على كل تعليقاتكم نتمنى ان السنة المقبلة تكون ان شاء الله سنة افضل من السنة الماضية نخليكم الان اتلقوا في فيديو قادم ان شاء الله وسلام عليكم